سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم مرحبا اصدقائي في فيديو جديد طابور الاعدام هو مكان او جزء من السجن يحتجز فيه السجناء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام ويستخدم المصطلح ايضا لتصوير او وصف حالة انتظار الموت حتى في الاماكن التي لا يوجد فيها سجناء مدانين اذ بعد ان يثبت جرم شخص ما ويحكم عليه بالاعدام يبقى على طابور الموت اثناء عمليات المناشدة والمثول امام القضاء وتتفاوت وتختلف اراء الناس حول هذه القوانين التي يمكن اتباعها لتنفيذ هذه العقوبة لكن الكثير من الاشخاص الداعمين لهذه القوانين يؤكدون على ضرورة اتباعها لمنع هؤلاء المجرمين من تنفيذ الاعمال الاجرامية مرة اخرى من جديد ونحن هنا اليوم اصدقائي في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الاسبوع الاخير للسجناء المحكوم عليهم بالاعدام لذا هيا بنا الموت عن طريق الاعدام من الطبيعي ان تنفيذ هذه العقوبة على اي شخص يؤكد على انه يجب ان لا يكون الشخص الذي يصدر هذا الحكم او ينفذه لديه اية مشاعر كما ان الشخص الذي يتم تنفيذ هذه العقوبة عليه يشعر بحزن وخوف شديد جدا لكن في الصراحة فانه يتم تطبيق هذه العقوبة على اسوأ السيئين نتيجة لاعمالهم الغير قانونية الان نحن سوف نتحدث عن اخر اسبوع يقضيه هذا الشخص قبل تنفيذ قرار الاعدام وطرق الاعدام المتبعة في بعض الدول قبل اسبوع من تنفيذ الاعدام يقاتل الكثير من الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام لفترات طويلة قد تصل الى سنين او عقود لتجنب اصدار هذا الحكم لكن في النهاية يأتي ذلك اليوم الذي فيه سوف يتم تطبيق وتنفيذ هذه العقوبة قد تصل هذه المدة الى عشرين عاما يعيشها هذا الشخص وهو ينتظر اقتراب هذا اليوم الذي فيه سوف يتم تنفيذ هذه العقوبة عليه مما يعني انه تحدي كبير جدا على هذا الشخص في الحقيقة فان هذا الشخص يعرف ان هذا ما سوف يتم تطبيقه عليه قبل ستين يوما من تاريخ تنفيذ عملية الاعدام لهذا يجتمع بعض من الاشخاص المعاردين لهذا القرار في محاولة منهم لوقف تنفيذ هذا القرار وقتل ذلك المجرم مثال على ذلك المجرم المعروف باسم سكوت دوزير الذي تنازل عن حقوق الاستئناف بعد ان قد حوالي عشرة اعوام من تنفيذ حكم الاعدام عليها ثم بعد ذلك اخبر القادي انه جاهز لتنفيذ وتطبيق هذا القرار كما قد اوضح هذا المجرم انه يشعر بمعاناة شديدة جدا ويتعرض الى تعذيب نفسي مستمر طوال هذه المدة بسبب انه يدرك ان هذا القرار سوف يتم تطبيقه في النهاية هذا ما جعل نفسية هؤلاء المجرمين في حالة سيئة للغاية لكن الحالة التي يتعرض لها سكوت مختلفة للغاية حيث ان باقي السجناء يقاتلون من اجل محاولة المعيشة والبقاء على قيد الحياة لكن هذا الرجل يقاتل من اجل القضاء على حياته وتنفيذ القرار في اسرع وقت وتحاول العديد من الدول تنفيذ هذا القرار عن طريق استخدام بعض من الحقن التي تعمل على قتل وتنفيذ العقوبة في اسرع وقت ممكن وفي ولاية نيفادا يوجد اكثر من سبعين شخصا مطبق عليهم قرار الاعدام ولم يتم تنفيذه لمدة اكثر من اطنا عشر عاما وحاليا يتم انتاج بعض من العقاقير التي تعمل على تنفيذ هذا القرار من خلال مدة قصيرة جدا بحيث يتم تنفيذ عقوبة الاعدام خارج اسوار السجن وذلك عن طريق الحقن بهذا العقار السام الذي يعمل على قتل الشخص على الفور لكن يقال انه يتعرض لنا الكثير من التعذيب حيث تنفجر الشرايين والاوردة في الجسد وهو ما يؤدي في النهاية الى القتل وتنفيذ العقوبة الايام المتبقية قبل اخر اربعة وعشرين ساعة من تنفيذ العقوبة في هذه الفترة يشعر السجين بألم نفسي شديد جدا حيث يحاول دائما المقاتل والبحث عن اي شيء في القضية لتخفيف العقوبة وعدم تنفيذ قرار الاعدام كما ان بعض السجناء يتم تنفيذ العقوبة عليهم ويتم عمل لقاءات معهم قبل ان يتم تنفيذ هذا الحكم ومن اشهر هؤلاء السجناء الذين تم عمل لقاء معهم هو السجين المعرف باسمي تيد باني كما ان هذه الفترة لا يشعر السجين فقط بالتعذيب بل ان افراد عائلته واقاربه واصدقائه يشعرون بهذا الشيء ايضا طوال فترة تعليق حكم التنفيذ حتى تأتي اخر اربع وعشرين ساعة قبل تنفيذ تلك العقوبة اخر اربع وعشرين ساعة في تمام الساعة الثامنة مساء في هذه الفترة تسيطر القابه والحزن على مشاعر كل السجناء واقاربهم واصدقائهم وبعدها يتم تفتيش السجين لتأكد من انه لا يحمل معه اي شيء يساعده على الهرب او يلحق اي ضرر به بعدها ينظر السجين لاخر مرة الى هذا العالم الذي سوف يودعه ويلقى مصيره الان في الساعة الثاسعة مساء يقال ان الزنازين التي يتم وضع السجناء فيها قبل تنفيذ حكم الاعدام تكون اكثر نظافة من باقي الزنازين لمحاولة قضاء اخر فترة في مكان ربما يكون نظيفا مقارنة باخر مكان كان فيه السجين يحاول اي سجين في هذا الوقت ان يجعل نفسه مشغولا باي شيء ويفضل البعض النوم لفترة طويلة تمام الساعة الرابعة سباحا في هذا الوقت تكون هذه هي اخر فرصة يستطيع السجين فيها ان يقابل افراد عائلته واصدقائه وحتى اي قسيس يرغب في مقابلته في هذه الفترة تسيطر عليهم مشاعر الحزن الشديد جدا والوداع الحقيقي في الثامن عشر من نوفمبر من عام الفين وواحد وعشرين قام القادي كيفن ستيت بالغاء تنفيذ الحكم على جوليوس جونز قبل تنفيذ الحكم بساعات قليلة مما نشر الفرحة والسعادة بين الكثير من الناس الذين كانوا يطالبون بوقف تنفيذ هذا الحكم تمام الساعة العاشرة والنصف في هذا الوقت يتم تنفيذ وتقديم وجبة للسجين لكي يتناولها قبل ان يتم تنفيذ قرار الحكم عليها تمام الثالثة مساء قديما كان يتم استخدام الكرسي الكهربائي في تنفيذ حكم الاعدام لكنه لم يتم الاستعانة به مؤخرا وبعدها يطلب من السجين لاستحمام وارتداء الملابس الخاصة لتنفيذ حكم الاعدام تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بعد الوقت يتم تنفيذ وتقديم وجبة معينة يختارها السجين على حسب رغبته يتم تجهيزها من صباح هذا اليوم مبكرا لكن في بعض الاحيان يتم تحديد تكلفة معينة لهذه الوجبة وتختلف هذه التكلفة من سجين لاخر كما ان البعض منهم كان يطلب دجاجا مقلي او وجبة الكنتاكي والبعض الاخر مثل هذه المرأة لم تطلب سوى كوبا من القهوة فقط توديع مؤلم في تمام الساعة الخامسة مساء في هذا الوقت يتم احضار مجموعة من الشهود من الاقارب والاصدقاء والصحفيين للشهادة على تنفيذ حكم الاعدام بعدها يقول السجين كلماته الاخيرة ثم بعد ذلك يتم تنفيذ حكم الاعدام بالطريقة المتبعة في كل دولة وبعدها يتم تسليم جثة هذا السجين الى الاهل والاقارب لكي تتم مرسم الدفن بالطريقة السليمة اعزائي متابعي قناة التعلم اذا احببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف او على يوتيوب ثانكس اذا اعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالاعجاب والاشتراك يمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم